اشتركوا في القناة على المنصة الإخبارية أن هذه المجموعة الانفصالية ليست لها أي مصداقية في أعين المنتظم الدولية وعليها أن تواجه حقيقة أنها على حافة الهاوية وأكد الخبر السياسي أن جبت البوليساريو وبعد خسارتها للمعركة العسكرية فقدت أيضا مكانتي على الصعيدين السياسية والقانونية مشيرا إلى أن الانفصاليين فقدوا كذلك كل قدرة أو صفة للتفاوض على المستوى الدولية وبعد أن دعا إلى السلم والحوار من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية شدد إيغناسيو على أن المشكلة الكبرى التي تعاني منها البوليساريو هي حقيقة عدم إدراكها لبعدها الواقعية والحقيقي وإنها مجرد جماعة انفصالية ليس لها أي حق أو صفة للحديث بإسم الصحراويين واعتبر إيغناسيو أن قادة البوليساريو مجرد مجرمين يلهثون وراء مراكمة التروات على حساب معاناة ومآثي الثكان المحتجزين في مخيمة تندوف المحكمة العليا الإسبانية تعترف بثيادة المغرب على الصحراء وتنفي أي ثيادة أخرى عليها كشفت المحكمة العليا الإسبانية في حكم جديد لها عن تفاصيل قانونية حول مغربية الصحراء ووجهت ذات المحكمة العليا في مدريد ضربة شديدة لتنظيم الانفصالية المدعوم من النظام الحاكم في الجزائر بعدما اعتبرت أن أقليم الصحراء لم تكن أرضا إسبانية والمغرب يملك كامل السيادة عليها وفق القانون الدولي ذات المحكمة رفضت تمتيع انفصاليين مزدادين في أقليم الصحراء المغربية بالجنسية الإسبانية حسب صحيفة البايث بعدما بنوا حججهم كونهم ازدادوا بأرض إسبانية لتواجههم المحكمة العليا الإسبانية بأن الأرض مغربية وما عليهم سوى التوجه للحصول على الجنسية المغربية وقضت الجلسة العامة للغرفة المدنية للمحكمة العليا الإسبانية في حكمها الحديث بأن المولود في الصحراء قبل عام 1975 لا يعطي الحق في الحصول على الجنسية الإسبانية حيث لا يمكن اعتبار أنها كانت أرضا وطنية خلال الفترة التي كانت تدار من طرف مدريد معتمدة على القانون 1975 رقم 40 المؤرخ في التاسع عشر نوفمبر الصادر عشية وفاة فرانكو بشأن إنهاء استعمار الصحراء وتسليم الأرض المستعمر للمملكة المغربية والمرسوم الملكي رقم 2258 المؤرخ في العاشر غشة بشأن خيار الجنسية الإسبانية من قبل مواطنية الصحراء في مرحلة انتقالية كاملة ورأت الغرفة المذكورة بالمحكمة العليا الإسبانية أن الصحراء لم تكن جزءا من إسبانيا في تطبيق الأنظمة الإسبانية الأكثر تحديدا في هذا الشأن حسب قانون عام 1975 ومرسوم عام 1976 وكشفت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها بأن الاعتراب بإسبانية الصحراء كانت سيجعل من المستحيلة نقل سيادتها إلى المملكة المغربية في قلب الاحتجاجات الأمريكية على مقتل المواطن الأمريكية جورج فلويد ظهر عدد من الأمريكيين من أصول إفريقية رافعين أعلاما مغربية في مواجهة سلمية مع الشرطة الأمريكية مما أتار عددا من الأسئلة ونقاشات طويلة في مواقع التواصل الاجتماعية حول هويتهم مغربة أمريكا أو ما يطلق عليهم طائفة الموريش أسست لأول مرة تحت إسم المحفل العالمي لمغربة أمريكا في ولاية نيوجيرثي سنة 1913 وتتبر طائفة دينية تستند على خمسة أركان مستنبطة من الدين الإسلامية وهي الحب والحقيقة والسلام والحرية والعدالة ولهم كتاب مقدس تمتزج فيه الآيات القرآنية ببعض ما ذكر في الإنجيل ويتخذون علم المملكة المغربية رمزا لهم وزينة لمعابدهم ومناسباتهم ولهذه الطائفة معابدهم الخاصة وهي تشبه المساجد في معمارها تقدر بحوالي 90 معبدنا في الولايات المتحدة ويعتبرون أن وضع العالم المغربية بما هو أمر واجب ومفرود بل مقدس ويعتبر المغرب بالنسبة لهذه الطائفة التي يبلغ عدد وحوالي 60 ألف شخص موطنهم الأصل الذي كان فيه أجدادهم ويعتذون بها لهذا تراهم يفتخرون بالقبع الحمراء التربوش المغربية الفاسيق وأغلبية تقاليد المغرب الأصيلة وهم موزعين في جميع الولايات الأمريكية الطائفة الأمريكية المحملة بالأصل المغربية رغم أنهم لا يحملون الجنسية المغربية لكن البعض منهم يزور المغرب بصفة منتظمة يعتبرون بأن أجدادهم هم من اكتشفوا الولايات المتحدة الأمريكية وتؤمن الطائفة بأن أصل معظم الأمريكيين السود هو الشمال إفريقيا حيث تم بيعهم عبيدا لتجار الرق الأوروبيين الذين ساقوهم عبر البحر إلى القرى الجديدة وتقول بأنهم تمتلك أجزاء سرية من القرآن إذ أنه وفقا لما جاء في مذكراتنا كتبها مؤسس الطائفة قد نزل عليه الوحي في مصر أسس لهذه الطائفة قبل أزيد من قرن من الزمان أن بيل درو عالية الذي ولد في ولاية كارولينا الشمالية بشرق الولايات المتحدة سنة 1886 ميلادية وكان اسمه سيموثي درو وقد نشأ بين قبيلة الشروك من الهنود الحمر وفي الثالثة عشر من عمره عميل ساحرا بثيرك وكان بفعل ذلك يتجول بكثرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومن دمن جولاتي نزل هذا الثيرك بمصر فكانت نقطة تحول في حياة درو وبعد عودة لأمريكا ضلت فكرة النبوة تكبر في ذهنه حتى تصدح بها ويقول بعض المرشيين بأن أمريكا كانت أرضا تابعة للمغرب قبل أن يصلها كولومبوس وأنهم أول من استوطنة في أمريكا وأقاموا فيها الإسلام وبنوا بها المساجد حتى جاء الأوروبيين بعد عقدهم صفقة مع السلطان المغرب بكراء أراضي الولايات المتحدة وفقا لعقد محدد لمدة خمسين سنة من أجل استغلالها فلاحيا لكنهم نقدوا العقد بعد انقضاء المدة ليحتلوا أراضيها كاملة مجلة عالمية المغرب وجهة سياحية آمنة للسياح لما بعد كورونا كتبت مجلة الأصفار والسياحة العالمية ترافل ديلي نيوز أن المغرب يتصدر الوجهة السياحية العالمية الآمنة لقضاء العطلة لما بعد وباء كورونا واعتبر مقال نشر في العدد الأخير للمجلة بعنوانه أين نقضي العطلة بعد جائحة كوفيت 19 أن المغرب وجهة سياحية متنوعة وغنية مشيرا إلى أن صناعة السياحة تلقت أكبر ضربة بسبب الجائحة لأن الناس يضطرون إلى البقاء في منازلهم بسبب إجراءات الإغلاق إلا أن هناك تفاؤل باستئناف السفر بمجرد تجاوز التخوف من الوباء أو إذا تم تصنع اللقاحات قريبا واستجل صاحب المقال أن المغرب قبلة سياحية مرموقة تنعم بمؤهلات طبيعية رائعة منها الثواحل وثلاث الجبلية ومناظر طبيعية جذابة وأيضا بوابة الصحراء الكبرى واستحضر في هذا السياق الآثار الرومانية بوليلي مؤكدا أن هناك الكثير من الأماكن الأخرى غير الآثار التي يمكن استكشافها خلال الجولات السياحية مثل جبال الأطلس الكبير أو جبال الريف حيث يمكن القيام بنزهات بين أحضان الطبيعة وركوب الأمواج أو السباحة في مدينة الصويرة السحلية الهاذئة فضلا عن السياحة بالصحراء حيث الكثبان الرملية أو القيام بجولة على ظهر الجمال أو الاستمتاع بقضاء ليلة في الصحراء الكبرى وتحدث المقال عن العديد من المؤهلات التي تجعل من عطلتك بالمغرب ممتعة للغاية ومن بينها جمال مدينة مراكوش حيث يمكن اقتناء هدايا تذكارية ومدينة الدرى البيضاء التي بها تصوير العديد من أفلام هوليود وحيث توجد معلمة مسجد الحسن الثاني التي سهم في تشهيد أزيد من عشرة ألاف حرفية ثم فاث المدينة التي تحتضن مآتر عريقة تتميز بفن العمارة والهندسة الأصيلة وأضف صاحب المقال أن شلالات أوذو التاني أعلى شلال في القرى الافريقية بأكملها تعد واحدة من أشهر المواقع السياحية في المغرب والتي يتوافد عليها السياح من جميع أنحاء العالم مسجلا أنه يمكن بكل سهولة الوصول إلى هذه الشلالات انطلاقا من مدينة مراكوش ودون الحاجة إلى أي دليل فالصعود إلى أعلى شلالات والنزول إلى أسفلها يتم على نفس المسارة أما مغارة هرقلة يضيف المقالة التي تقع بكب سبارتل بمدينة طنجة فتحضى بشعبية كبيرة بين السياح كون فتحها على جانب البحر تحاكي خريطة إفريقيا مبرذا أنها المغارة تعد من بين أبرز المواقع الأترية للمملكة